ربنا طلب من قيين وهبيل ان هم يقدموا لزبيحة قيين قدم من اصمار الارض لكن هبيل دور على اكتر غنم صحتها كده كويسة وثمينة عشان يقدمها لربنا ربنا قبل زبيحة هبيل لكن مكتوب كده في الكتاب انه زبيحة قيين لم ينظر اليها يعني اصلا مبصش عليها كأنها مش موجودة كأنه مقدمش اي حاجة ليه ربنا مقبلش زبيحة قيين ربنا مقبلش زبيحة قيين لانه قدم من اصمار الارض يعني مقدمش افضل حاجة عنده مدورش على اكتر حاجة كويسة عنده تاني حاجة قيين قدم معدم ايمان ما كانش عنده ايمان وهو بيقدم الزبيحة دي لربنا عايز اقولكو حاجة ده بيحصل معانا كتير لما بنيجي وقفين مثلا في اجتماع بنرنم او بنحضر وعزة او بنعمل كمان خدمة ازاي يعني مثلا في اجتماع يعني ممكن يكون بنرنم بحماية لان المزيكة حالوة او لان مثلا التنيمة عجباني لكن ما بطلعش كلمات التنيمة من قلبي فيه اية بحبها قوي في الكتاب المقدس بتقول كده ان الناس بتنزوا للعينين لكن الله بيبص للقلوب زمان يسوع قال التلميذ او علمهم ازاي يصلوا وحذرهم ان هما ميكونوش مرئين يعني ايه مرئين مرئين يعني اكون بصلي كده بصوت عالي وبقول كلمات عميقة وصعبة علشان اجذب الناس او علشان افهم الناس ان انا هو يعني بعرف ربنا ليه علاقة معاه ربنا ادينا الصلاة الربانية اللي احنا كلنا حافظينها مش علشان نرددها كده وخلاص لكن عشان تكون مرشد لنا مرشد فصلاتنا يعني مثلا في الصلاة الربانية بتقول واغفر لنا زنوبنا نحنكون بنصلي كل يوم ان ربنا يغفر لنا خطيانا فيه حتة تاني في الصلاة الربانية بتقول كده خبزانا كفافانا اعطينا اليوم يعني اكون بصلي علشان ربنا يسددلي احتياجي صلي دايما ان انت تكون بتقول كلمات قدام ربنا فعلا حقيقية ومن قلبك صلي كمان انك تكون بتقدم افضل حاجة لربنا انك ما تكونش زي المرائين عايزة تظاهر قدام الناس بس او همك الناس صلي دايما انك تكون بتقدم افضل معاندك لربنا علشان ربنا يكون بيقبل تسبيحك وزبحتك زي هبيل